لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد أمر آخر أن واقع الحقوقي في الجزائر ليس سيئا لدرجة البؤس كما يراد تصويره وليس جنة موعودة كما يراد تصويره من طرف البعض هناك تجاوزات حدثات وهناك تجاوزات ما زالت تحدث هناك ناس سجنوا بسبب أراءهم وموقفهم وهذا يتنافى مع القانون الدولي هناك الذين دعوا إلى التظاهر والتظاهر حق دستوري وتم توقيفهم وتم ملاحقتهم وهناك من لفقت لهم تهم وهناك من تورطوا أيضا في قضايا تتعلق بالحق العام ويجري التسويق لها على أنها قضايا تتعلق بالرأي الأمور هكذا والدولة المشكلة في الدولة الجزائرية هي مشكلة اتصال دائما أقول أن مشكلة الدولة مشكلة اتصال عندما يتم من المفروض يتم توقيف شخص هذا الشخص لديه دعاية إعلامية وشخصية معروفة يجب الدولة هنا أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الموقف مثلا شخص أو إعلامي إعلامي قد يتورط في أشياء أخرى مخالفة للقانون مش معنى أنه صحفي لا يحق للدولة متابعته ولا القانون متابعته لا إذا لا يجوز متابعته على سبب كتاباته ولا بسبب مواقفه السياسية ولكن عندما يكتب أشياء تمس بأعراض الناس هنا طلع القضية لا تتعلق بالكتابة عندما يفتح صفحة فيسبوك وما يحترم عرض حد وما يحترم إنسان أيضا في هذه الحالة الأمر سيء جدا وللغاية ويجب أن يعالج وفق القوانين اللازمة فلذلك ليس كل صحفي أنه فوق القضاء هناك صحفيين تورطوا في قضايا فساد هناك من عندهم مؤسسات إعلامية في هذه الحالة يجب أن يلاحق قانونيا وبالحق العام ولكن يجب أن تكون هناك همزة تواصل على قاعدة صحيحة حتى لا تكون الدولة في حيصوبيس كما يقول أيضا هذا من جانب الاتحاد الأوروبي لذلك الاتحاد الأوروبي يستعمل حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول والجزائر من الدول التي يستهدفها وفي ظل أن الدول الاتحاد الأوروبي هي التي استفادت من قانون الشراكة أو اتفاق الشراكة مع الجزائر وخاصة أن مليارات استوردتها الجزائر كبضائع وغيرها في حين أن الدول الاتحاد الأوروبي ملايين فقط يعني ما لحقت حتى أرقام لا تقارن مع الأرقام العكسية لذلك منطق التجارة الحرية يجب أن يكون هناك توازن ما بين الطرفين مش طرف يستفيد وطرف لا فائد منه هذا منطق اقتصادي أنا أتكلم الآن على أنه المنطق الاقتصادي هو الذي يؤثر على القرارات فيما يخص هذه القضايا وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان إذن أما الطرف الثاني فيتعلق بالنظام الجزائري النظام الجزائري عندما يصدر شيء من هيئات دولية يشيد تجدها في وسائل الإعلام بالبنط العريب ويشيد والجزائر أشاد بها الاتحاد الأوروبي وأشاد بها نائم في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة وجمعية طربية الذبان في البرازيل قالت على الجزائر خيراً وجمعية طربية المواشي في دولة اللطوز وراهي قالت هكذا وكنفوشيا وجمعية ما تش نعارف ويش فيها كنفوشيا هاي واش قالت هذا ما عندما يذكرون الجزائر بخير يذكرون أشياء عن النظام بخير ولكن عندما تأتي جهة تنتقد يقلبون الدنيا ولذلك لاحظنا أحزاب مثل حزب جبهة التحرير هذه الدكاكين الحزبية أصل اللي هم حقوق الإنسان ولا شيء همها كل رئيس يجي صفقون هذه هو يسقط هو ما يرفسوه يشبع فيه سب ويمدحوا اللي بعده كانوا يسبحوا بحمد بوتفليقة راح بوتفليقة يتكلموا كل على العصابة يسبحوا بحمد تبون يروح تبون رايح نفس الشيء مع اللي جي هذا هو شعارهم وهذا هو عمل هذه الأحزاب ما جاءوا لأيحة الاتحاد الأوروبي تدخل سافر في شؤون الدول الجزائر هي اللي سمحت للاتحاد الأوروبي كي يتدخل فيها لماذا؟ عندما تروح تمضي اتفاقيات شراكة مثل هذه اللي تخدم بها اقتصاد بعض الأطراف ومنها فرنسا لا تراعي هذا الجانب هم بعد ما يتفهموش معاك هم يتحركوا وفق هذه الاتفاقية لما بينك وانت تبدأ تطبر وتزمر على أنه تدخل في شؤون الدول لا ما هي هكذا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله